قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامال هاريس إنها لا تستبعد أن تكون هناك عواقب أمريكية على إسرائيل إذا مضت في اقتحام مدينة رفح الفلسطينية عسكريا وأوضحت هاريس أن واشنطن مستمرة في اعتبار الأوضاع الإنسانية في غزة من أولوياتها وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية أوضحت لإسرائيل بكل الطرق أن أي عملية عسكرية كبرى في رفح ستكون أمرا خاطئا منوهة إلى أن واشنطن درست الخرائط وتبين أنه لا يوجد مكان لمليون ونصف مليون إنسان ليذهبوا إليه